مبادئ عند خلفتها المحكمة الخاصة بلبنان وربما أهمها أن تكون المحكمة الدولية الوحيدة التي تصدر أحكامها غيابياً لكن الحدث لم يعد في هذه النقطة بعدما تحولت المحكمة من مفاجأة أرادها خصوم حزب الله له إلى مفاجأة صدمت الخصوم قبل الآخرين منذ الجلسة الأولى لجلسة النطق بالحكم اتضح مسار القرار ترددت كثيراً تعبير لا أدلة لا إثبتات على نحو المعقول غير واضح يزعم وعلى الأرجح لكن أن يصل المشهد إلى حد تبرئة ثلاثة من أربعة متهمين لم يكن بالأمر المرتقب ولا كان منتظراً أن تغسل يدا مصطفى بدر الدين من تهمة كونه العقل المدبر لاغتيال الحريري وإن كانت المحكمة قد أبطلت تعقباتها بحقه لكونه متوفياً حتى أحمد أبو عدس تبين أنه قصة من الخيال ليبقى الانتحاري مجهول الهوية لكن الصفعة الأهم كانت لمن بنى على تركمات 15 عاماً من أحقاض تجاه حزب الله وسوريا على قاعدة مسؤوليتهما عن اغتيال رفيق الحريري وطرى غرفة الدرجة الأولى أنه ربما كانت لسوريا وحزب الله دوافع لتصفية السيد الحريري والبعض من حلفائه السياسيين ولكن ما من دليل على ضلوع قيادة حزب الله في اغتيال السيد الحريري وما من دليل مباشر على ضلوع سوريا فيه وطلقت غرفة الدرجة الأولى أيضاً أذلة تظهر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وسيد الحريري كان على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء وأن السيد الحريري كان يؤيد نزع سلاح ميليش حزب الله فقط بعد التوصل إلى سلام مع إسرائيل استبعدت مبكراً قيادة حزب الله وسوريا وبينما كان البعض يحاول استعاب المفاجأة الأولى تولت الأخبار الممهدة للأحكام النهائية عدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عنيسي ومرعي وصبر في قضية اغتيال الحريري عدم إثبات الأدلة مشاركة عنيسي وصبر في المؤامرة الانتحاري قام بتفجير المتفجرات بنفسه وهو كان شريكاً في المؤامرة من الناحية القانونية على الأقل لا دليل موثوق به يربط أي من المتهمين مرعي وعنيسي وصبر باختفاء أبو عدس صبيحة 16 كانون الثاني 2005 عدم توفر أدلة تربط بين اتصالات مرعي بمصطفى بدر الدين صبيحة اختفاء أبو عدس وتزامنها معه ولا أدلة تربط أي من المتهمين بإعداد شريط الفيديو ولا بالأعمال الأخرى بفيديو أعلان المسئولية عن اغتيال الحريري أبو عدس ربما تعرض لخديعة لتزجيل الفيديو المسئولون عن اغتيال الحريري أرادوا تحويل الانتباه عن أنفسهم من خلال توجيه الأنظار نحو شخص يكن كرها للحريري بسبب روابطه بالسعودية وهكذا توالت الأخبار عن الادعاء لم ينجح بإثبات مسئولية صبر وعنيسي في اغتيال الحريري ضرورة تبرئة مرعي ونية مصطفى بدر الدين باغتيال الحريري من دون أي أدية ذلك لاستنتاج ذنبه أو تآمره ليبقى سليم عياش مذنبا وحيدا وهكذا صدرت الأحكام قررت غرفة الدرجة الأولى أن سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكا في التهمة الأولى مؤامر هدفها ارتكاب عمل إرهابي والتهمة الثانية ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أدات متفجرة والتهمة الثالثة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة والتهمة الرابعة قتل واحد وعشرين شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقررت غرفة الدرجة الأولى أن حسن حبيب مرعي وحسين حسين مواد متفجرة والتهمة الخامسة محاولة قتل محاولة قتل مائتي وستة وعشرين شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقررت غرفة الدرجة الأولى أن حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرة غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل محكمة حكمت قضائيا وبنت أساس حكمها على الخلفية السياسية التي سبقت اغتيال رفيق الحريري مرحلة قيلة في سياق عرض القضية أن الحريري تعرض فيها لتهديد سوري بالتمديد لإميل الحود وعقب استقالاته واستعداده لخوض انتخابات نيابية وحكم استند بشكل أساسي في أدلته على ذات الاتصالات التي لم تشكل بدورها دليلا قاطعا في أي مفصل من مفاصل الاتهام على ما بينه سياق جلسة المحكمة الخاصة للنطق بالحكم في قضية حولت تحت الفصل السابع إلى التحقيق في المحكمة الدوليين ولم تحقق مكان مخططا لها أي زعزعت الاستقرار في لبنان عموما على ما أعلنته المحكمة بذاتها